بيبدأ الفيلم بواحد شكله غريب وسايب قط صغير جوه صندوق وكلم القط وقال له استناني هنا يا صغير مش هتأخر عليك وبعد كم دقيقة نزل مطر وقعد القط الصغير اللي اسمه جارفلدي يخاف من انه يكون لوحده ولانه شم ريحة اكل لاحظ وجود مطعم قصاده فراح نحيطه وهناك قابل جون جون كان حزين لانه بياكل لوحده على عكس الناس التانية وفاجأة ظهر قدامه القط البرتقال الصغير اللي عاوز ياكل معاه فسمح له جون يدخل لكنه اتفاجئ ان القط اكل كل البيتزة بتاعته في ثواني وما اكتفاش بكده لأ وكمان بدأ ياكل اكل الزباني التانيين طبعا جون ادايق وحاول يوقفه والحسن حظه انه لقى صندوق لازانيا قدام المطعم فقرر ان يسيبه في المكان ده لان ممنوع وجود حيوانات ألفة في شائته لكن لما شاف ان القط بدأ يعيط قعد جون يحس بالزنب وجيري علشان ياخد القط الصغير ووعدوا انه ما يسيبوش ابدا وبعد ما جابوا للبيت عنده عاش جارفيلد ايام سعيدة مع جون ولما ظهر الكلب الصغير اودي بقوا هما الاتنين احسن اصحاب وكانوا بيعملوا مغامرات مع بعض زي انهم يسرقوا اكل سوا جارفيلد كان مبسوط بحياته الجديدة الا يوم لاتنين لان جون كان بيوديه عند الدكتور البطري علشان الكشف والاستحمام جارفيلد كان قط متدلع لان جون كان بيشتري له كل حاجة وبيسيبو كمان يتفرج على التلفزيون لكن في المقابل برضو جارفيلد كان بياخد بالو من جون كويس جدا وكان بيحرص انه يسيبو ينام كويس وبعد ما بيتأكد كويس انه نام في نص الليل جارفيلد اودي كانوا بيحاولوا يدوروا على حاجة يأكلوها ولما كانوا بيختاروا الاكل سمعوا اصوات غريبة وفاجأة ظهر قدامهم اتنين كلاب كلب شارب كبير وكلب بروفي في الاول جارفيلد افتكر انه بيحلم لكن الكلب الكبير اكد له ان ده حقيقي وبعدين خطفوا الاتنين حيوانات الاليفة بتوع جون الكلاب دول شكلهم كانوا بيكرهوا جارفيلد جدا واخدوا لي مكان فاضي وهادي وبدون اي تفسير بدأوا يشنقوهم هما الاتنين ولما جارفيلد كان بيشتكي شاف شخصية غمضة جاية ناحيتهم وبعد ما الشخص الغريب ده ساعدهم انهم يهربوا قال لجارفيلد حمد الله على سلامتك يا ابني ولما سمع كده جارفيلد استغرب والشخص الغامض قالع الجاكت بتاعه واكتشف جارفيلد ان ده ابوه قط كبير واسمين اسمه فيك فيك عايز يطلع ابنه من المكان ده لكن جارفيلد كان متضايق منه لانه ساب وهو صغير فما كانش بيسمع كلامه وفاجأة ظهروا قدامهم قطة اسمها جينيكس فيري جود وكانت بتخوفهم جارفيلد حاول يكون لطيف معاها ولما سألها عن تفسير لتصرفاتها بدأت جينيكس تحكي له كل حاجة اتضح ان من كام سنة جينيكس جات للمدينة بحلم انها تبقى مشهورة لكنها فشلت بسبب التوتر والخوف والعصابية اللي عندها والان ما كانش عندها حاجة تستنها انضمت لفرقة فيك اللي كانت عبارة عن مجموعة قطة شوارع بيشاركوا بعض في كل حاجة يلقوها وكانوا اصحاب بجد لكن في يوم لما حاولوا يسرقوا لبن اتمسكت جينيكس وفيك مقدرش يعمل حاجة علشان ينقذها فدخلت السجن الاكتر من اربع سنين ولما فقدت الامل فجأة لقت الكلبين اللي كانوا بيطيعوا اوامرها وطلعوها من السجن من اللحظة دي جينيكس عايزة تنتقم من فيك لانه ما قدرش يساعدها فخررت تخطف ابنه علشان تلفت انتباهه جارفلد فهم كل حاجة وسأل القطة عن اللي فيك ممكن يعمله لها علشان تسامحه فقالت له جينيكس انه لازم يسرق لتر لبن عن كل يوم قضته في السجن اودي عمل الحسابات وطلع ان الرقم اكتر من 1600 لتر لبن فيك رد ان مستحيل الحصول على الكمية دي اصلا لكن جارفلد قال لهم ان الموضوع ملوش دعوة بي وانهم لازم يمشوا جينيكس قالت له ان من اللحظة دي هو و اودي هيساعدوا فيك علشان يجيبوا كمية اللبن اللي عاوزاهم وانهم لو ما قدروش يجيبوا لترات اللبن دي الكلبين هيتخلصوا منهم وعلشان تثبت كلامها وريتهم عنف الكلبين ولان ما كانش قدامهم مخرج جارفلد الدايق جدا من ابوه لانه وقعوا في المشكلة دي اصلا لكن فيك حاول يهديه وقالوا انهم هيعرفوا يتصرفوا وان علشان يجيبوا لترات اللبن دي هم هيحتاجوا يروحوا مزرعة لاكتوس ومن ناحية تانية جون صحي ولقى لأكل في التلاجة مرمع الارض ولان جارفلد كان نظيف وما بيسبش اي اكل وراه عارف ان اكيد فيه حاجة غلط فقعد يدور عليهم في يأس واكتشف ان حيواناته الاليفة مش في البيت الحيوانات التانية كانت بتحاول تركب قطر علشان يوصلوا لمزرعة الالبان ولان ابوهم عارف ان جارفلد قط فاشل ساعدوا انه يركب القطر وعلى الرغم من انه اودي بيكره فيك الا انه ركب بسهولة في عربية القطر وجارفلد السيمين فضل يتردد بين اماكن مختلفة لحد ما في الاخر وصل لعربية القطر وهم في القطر جارفلد وابوه بدأوا يتخنقوا فيك عايز يعلمه مهارات البقاء علشان عارف ان ابنه فاشل وجارفلد ما كانش عاوز يسمع كلامه ابدا لانه ما سامحوش لانه ساب وهو صغير وفيك كان بيفكر في سلامة ابنه لانه عارف ان جينيكس مش سهلة ابدا ولما بص الجارفلد كويس لاحز انه لابس طوق وعليش عر وده جاب له فكرة بعد كم ساعة وصلوا اخيرا لمزرعة لاكتوس وفي المكان ده كان فيه ناس مبسوطة جدا لكن الوحيد اللي ما كانش مبسوط هو الطور التاني المميز في المزرعة واللي كان مكتائب لانهم فصلوا عن حبيبته فابريك جارفلد راح له علشان يطلب مساعدته وهو عمل يحاول يكون لطيف ودمه خفيف وفجأة ظهر طور تاني ورد عليه بطريقة وحشة وزقه بعيد لكن طور صغير جاء علشان يطمن عليه والطور الصغير ده قال لهم ان الملاك الجداد للمزرعة فصلوا بينه وبين حبيبته ايثيل وانه مشتاق لها جدا لانه ما بيشوفهاش غير 12 ثانية بس في اليوم ولما سمعوا كده الفريق وعدوا انهم هيحرروا حبيبته ايثيل لو ساعدهم انهم يخترقوا المزرعة علشان يسرقوا لترات اللبن اللي هم عايزينها وطبعا الطور وافق على الصفقة على طول ولانه كان عارف المكان كويس قال لهم كل حاجة هما محتاجين يعرفوها علشان يتسللوا جوه المزرعة وقبل ما يسمح لهم بالدخول الطور قرر انه يختبرهم بتدريب قاسي جدا وفي التدريب ده التيران كانوا بيدوروا على اي سبب علشان يضربوا جارفيلد وفيك واللي كان وحش جدا في الشغل الجماعي وقودي اللي كان مغرور فضل مستمتع بمشاهدة الضربات اللي بياخدها جارفيلد والوقت بدأ يعدي وجارفيلد لسه ما فيش تفاهم بينه وبين ابوه لان جارفيلد كان حاسس بضغينة ناحيته برضو وبعد شوية جارفيلد اشتكل فيك انه سابه وهو عيل صغير فاعترف له ابوه انه ما سابوش ابدا وحكاله انه هو عيل صغير كان بيجري به وهو في حضنه وانه سابه في مكان محم من المطر علشان يروح يدور على اكل في الزبالة ولما رجع له بلحمة صغيرة اكتشف ان جارفيلد مش موجود ولما فضل يدور عليه لقى مبسوط مع جون واللي كان لسه مش تريله لازانيا كبيرة ففهم انه لازم يسيب جارفيلد مع جون علشان يبقى مبسوط ولو فضل معاه ما كانش هيديله غير حياة مليانة شقة ولما سمع القصة دي جارفيلد فهم انه كل السنين دي كان غلطان لان ابوه طلع بيحبه وعمل كل التضحيات علشان يسيب جارفيلد مع جون علشان يبقى مبسوط ففي الاخر الاب والابن تصلحه ولما شافهم كده التور قرر انهم دلوقتي جاهزين للمهمة ومن ناحية تانية جينيكس لسه عايزة تنتقم من فيك فقررت تخلي امن المزرعة ياخدوا بالهم ان في حده يحاول يسرق واحدة من عربياتهم بكرة ولما سمعوا كلامها الحراس افتكروا انها بتهزر لان كل اللي بيسمعوه هو مواء نو نوى لكن رئيسة المكان استخدم التطبيق على النت بيقدر يسمع اسوات الحيوانات ويفهمها وبدأت خطة شريرة علشان يمسكوا بالمتسللين لانها بتكره القطط وجاه اليوم الكبير والطور جاهز الفريق بسماعات بتاع الدورة والسماعات دي هتخلوهم يقدروا يتواصلوا مع بعض بعدها القطط وقودي تسللوا للمزرعة وهم متخفيين جواشون الضهر بتاعت شوية عيال وبعدين راحوا ناحية مواسيرة علشان يوصلوا لمركز الانتاج لكن جارفلد وقع في مكان المفروض ما يعاش فيه وتخربش كأنه حت الجبنة كبيرة وقعت على الأرض وقودي وفيك أنقذوا من إنه يتفرم وفي الآخر أنقذهم كلهم من إنهم يضطعوا بسكاكين ضخمة بعدين دوروا على مفاتيح العربية ولقوها مش في مكانها واتضح أن مارش الحارسة هي اللي معها المفاتيح واتضح كمان أن الوغدة دي هي لوقفة الطور التاني فالطور خطت أن يولهيها علشان الفريق يقدر ياخد المفاتيح منها وعلى الرغم إن مارش وقفت جارفلد مؤقتا إلا إن الفريق قدروا ياخدوا المفاتيح منها ومارش استرجعتهم وقالت إنها كلمت ملجأ الحيوانات علشان يجوا ويحبسوهم وفجأة واحد منهم عمل تمويه وخلى المكان يولع وبعدها فيك اعتذر لجارفلد وجرب سرعة من المكان ويساب ابنه وكسر الصورة علشان يمنعهم إنهم يلحقوه وحتى لو الطور قدر يهرب لكنناس الملجأ مسكوهم وحبسوهم وفيك وصل للغابة وعلى قمة جبل جينكس كانت مستنيئة علشان تقوله إنها ما كانتش عايزة لبن ولا حاجة وإنها عملت كل ده علشان يمسكوه هو بيسرق ويتسجن زي ما هي تسجنت وهناك هيقدروا ياخدوا انتقامهم منه فيك سألها ليه عملت كده فقالت له لأنك سبتني في السجن لمدة أربع سنين وأنا كنت محتاجة مساعدتك جدا فيك حاولي برر اللي عمله لكن جينكس قالت له إنها تاخد انتقامها منهم هما الاتنين ومن ناحية تانية بنرجع لجارفلد وقود المحبوسين في الملجأ والقط بدأ يحس بالزنب إنه يصدق أبوه من تاني واللي في الآخر طلع بيخونه واتضح إن جارفلد ما كانش القط الوحيد المحبوس بسبب خيانة فيك وكان في قطة كتير محبوسة لنفس السبب والقطة دي قالت لجارفلد إن على الرغم من إن فيك كان صاحب وحش إلا إنه كان أب عظيم لأن عمره مفوت زيارة ابنه وكان بيشوفه من الشجرة اللي قدام بتهم وكان بيسيب له علامة كل مرة روح له فيها ولما سمع كده جارفلد قال لهم إن فيك ما كانش بيروح له ولا حاجة وإن دي أكيد كذبة من كذباته وجون جال ملجأ علشان ينقذ حيواناته لكن الحارس ما كانش عاوز يديله جارفلد لأن معه الشارة لكن جون قال له إن معاه شارة وإنها متغطية بسبب رقابته المزدوجة فراحوا كلهم على بيته وهناك جارفلد كان مبسوط إنه رجع لحياته القديمة وكان عنده أكتر من اللي كان ممكن يطلبه ولما جارفلد كان هيبدأ يأكل اللازانيا اللذيذة اللي عملها له جون مقدرش يمنع نفسه من التفكير في كلام القطط فساب الأكل وعد من الشارع علشان يروح للشجرة اللي أبو بيروح لها علشان يشوفه ولما وصل كان مبسوط إنه شاف إن فيك كان بيحبه فعلا لأن فيك سايب مئات العلامات هناك فقال لقودي إنهم لازم ينقذوا فيك لأن هو سابهم في المزرعة علشان ينقذهم لأنه عارف إنهم بسبب الطوء والشارة بعد ما يتخذوا على الملجأ كان عارف إن جون هيروح ياخدهم وراح جارفلد وقودي لعش جينكس ولقوا إن القطة الشريرة دي عايزة تنتقم من فيك بإنه يتقذف من قطر ماشي فراحوا عند قوته علشان يطلبوا منه المساعدة وتقابلوا معاه علشان يساعدهم في إنقاذ فيك وفعلا قوته ساعدهم يروحوا عند القطر وينزلوا علشان يواجهوا الكلاب ولما شافوه جارفلد وقع الكلاب من على القطر وهو وأبوه راحوا لمكان آمن فقساء في القطر لكن الكلاب ظهرت تاني ولإن قودي عمل طلب أكل ضخم وصلت قطرات كتير وجارفلد لأنه عارف حاجات كتير عن الأكل استخدم الأكل في إنه يهاجم أعدائه وخلى الكلاب تزحلق وتقع من على القطر جارفلد يكمل الخطة وحاول يروح له على بيت القطر الأخيرة لكن الكلب الشارب وقف فيك فرمى عليه بهارات علشان يسيبه ولما شاف كده قوته رمى جارفلد من على القطر لكن جارفلد رجع بالسلسل حارة اللي هزم بها أعداءه وولع فيهم نار ولإن ده كان وقت القفز جارفلد وأبوه قفزوا من على القطر على طول لكن للأسف قودي شد الشبكة اللي هتنقذهم جامد فجارفلد وفيكت قزفوا ناحية القطر اللي جينيكس الشريرة والكلاب كانوا مستنينهم علشان يرموهم من علي علشان ينتقموا فالأب والابن أخذوا لحظاتهم الأخيرة في الاعتذار وشكروا بعضا على الفرصة الجديدة اللي تقابلوا فيها ولما سمعوا كده الكلاب اتمردوا على جينيكس ورفضوا أنهم يرموا القطط من على القطر لأنهم اتأثروا بإدراك أن خطة جينيكس الشريرة خلت الأب والابن يحبوا بعض أكتر وأن ده دايق القطة الشريرة فقررت أنها ترموهم كلهم من على القطر وعلى الرغم من أن كل حاجة كان باين أنها ضاعت إلا أن الطور الكبير ظهر واستخدم جسم السمين علشان يعمل زي البراشوت لكن الريح لعبت لعبتها وخلتهم يقعوا والحسن الحظ قطو جاء علشان ينقذهم كلهم وفيك تنكره في شكل راجل ضخم وقابله مارش علشان يدولها جينيكس مقابل حرية إيثيل اللي كانت مبسوطة جدا أنها تلمت مع حبيبها قوت ولما كل حاجة تزبطت رجع جارفلد بيتهم لوحده ولما جاء وقت أنه يقول باي لأبوه جارفلد دعاه أنه يدخل لكن فيك قال له أنه لازم يمشي فرجع جارفلد وقودي بيتهم وجون كان مبسوط جدا أنه شافهم وفجأة أصر أن جارفلد يجيب له أبوه ولما خرج جارفلد يدور عليه لقاه بيبص عليه من الشجرة اللي قدامه وبعد ما فيك وافق أنه يروح بيتهم جارفلد دعاهم للعشة اللي عملوا علشان يحتفل بلم شام لعيلته كلها وفي الآخر اتجمعت العيلة كلها علشان يحتفلوا بعيد ميلاد جارفلد وحضر العيد ميلاد ده كل الأصحاب اللي قابلناهم خلال الفيلم واللي خلص هنا أتمنى يكون عجبكم وشكرا للمشاهدة شكرا للمشاهدة